في حاجات كده بتبقى لطيفة والظريفة وبتبقى تصرفات فيها زكاء وبالمناسبة هي مش اول مرة يعني يعني احنا عارفين طول عمرنا مثلا انه انا بكلمك هليق بكلمك على فكرة المعرض المسافر المتنقل كان زمان كنوز تتعام خاامون بناخد منها جزء وناخده بيلف تلاقيه بيلف في الولايات المتحدة الامريكية وبيقوا روح لأكتر من مدحف وفي أكتر من ولاية وما إلى ذلك وده بالمناسبة بيجيب لنا مبالغ أكبر بكتير من تصوراتنا المتواضعة ناس تانية كانت تيجي تعترض على ذلك وقل لك ولو الحاجة راحت هما لو انت عرفت مبلغ التأميني هو يعني مبلغ يدبس فبيخلي حتى الدولة المضيفة حريصة كل الحرص على انها تحفظ لك على الحاجة وترجعها لك صغ سليم مية في المية هنلاقي انه مؤخرا فيه صفر لتبوت رمسيس الثاني هذا الملك المصري العظيم ذهب المصريين القدماء يذهب إلى فرنسا في زيارة ويعود إلينا آمنا مطمئنا نحاول نعرف تفاصيل أكتر ونقوم معنا على التليفون دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين أهلا أهلا بك دكتور سيدسا حضرتك وكل حضرتك الزخم اللي شفناه أول انبارحة الحفلة اللي أعتقد كل الناس يعني فضلت تتكلم عليها الحفلة اللي هي حفلة الأبرة أيوة اللي عملها الرائع ندر عباس جميل يعني سعيدة جدا وأعتقد الدكور اللي كان في الوراء اللي هو الوجهة بتاعة المسحف مش محتاجين دكور أكبر من كده يعني دكور واقعي وعملين النعمة دعاية فهذا المعرض بيأتي في هذا الإطار احنا متتكلم عن معرض عظيم وملك عظيم هذا المعرض بيأتي في إطار الترويج للبتحة في المصر الكبير الحلم اللي كل العالم مستنين حضرتك هذا يعني بس عايزيني أدي فكرة للمشاهد المعرض السافر يعني في ولاية هيوستن وبعدها راح في سان فرانسيسكو كان 180 قطعة هيزوضهم قطعة واحدة فقط لفرنسا ومش هيسافر لأنه المفروض يروح مالبورن في أستراليا هو لا مش هيروح مالبورن في أستراليا حضرتك تقول لي شمعنا هنودي هذا التبوت في فرنسا أقول له حضرتك هرجع لحضرتك لسنة 76 لما راحت ممي وديكت أول مرة تحصل وآخر مرة لما راحت ممي جدنا ملك رمسستان عشان تتعالج من الفطريات في باريس وعادل ست شهور فهي كانت موجود في هذا التبوت أو التبوت كان موجود هناك فهي نتيجة النومة الناس يسهموا معنا وعرف حضرتك دور فرنسا يعني من أيام الحملة الفرنسية طبعا وهي أسست وفكت رموس حج الرشيد أسست علم المصريات وشامبليون فبالتالي تاريخنا مع فرنسا تاريخ العلاقات في فرنسا السياسية والثقافية ممتدة وعندنا مراكز كير جدا وهم عندهم أكتر من يمكن من عشرين باسا شغالين في كل عنحاء مصر ففرنسا لها باع كبير جدا ويعني مدأة سيرة وحالك ممكن شوفت المنظر الرائع لما كنا مفتاد في مكتب السكنرية الرئيس متيران من الناس المهمين جدا لحضرين طبعا وبالتالي وبالتالي احنا قدام معرض مهم وإحنا موديين هذا التابوت حضراتك تقول لي تابوت تابوت دي جاي منين أو قصته إيه أقول لحضراتك هرجع لحضراتك 1070 قبل الميلاد يعني من 3070 سنة بالضبط كان جدنا المالك رمسيس الثاني كان مدفون في المجورة بتاعت فوادي الملوك ولكن جينا في نهاية الأسرة عشرين أنت عرف حضراتك حاكمون أسرات في عهد جدنا ترامسيس الثاني حصلت بعض المشاكل والقلاقل وبدأت للأسف تحصل أصبات تسرق أهد الملوك وكمة زعمهم بلطجي اسمه بخاف وبدأت تحصل مجموعة من الكهنة يسرق ومجموعة من العصبات يسرق فاضطر الكهنة في الأسرة واحد وعشرين أن ياخدوا توابيت الملوك المهمة طبعا مش جيد تابوت تابوت بتاع المالك رمسستان المفروض كان مدفون في تابوت أسرة من اللي حتى شفنا دي مليون مرة ولكن لأنه هم يعني الحرامية جردوا من الأساس ذهب بتاعه وبدأنا تابوت دي ينتقل ثم خيري يا أستاذ جيزف أنه انتقل ثم مرات يعني أزل تابوت الأول راح يعني مجبرة والد وقد دول مجبرة والد سيت الأول ثم نقول مجبرة إنحابي في الدير البحري ثم مجبرة واللي عملها الرائع شدعب سلام في فيلم الممياء وأجيز حضرتك وتذكر القصة الجميلة ثم بعد كده راح متحف اللي هو المتحف المصري ثم ذهب سنة 76 لمتحف الإنسان في باريس في القصة المشهورة لما راح جد دينرامس الثاني وأول مرة كانت سافر الممي وعملوله جواز صفر واستقبلوه بواحد وعشرين طلقة وسجلوا في الجواز جده ملك مصري متوفي وبعد ما رجع جعل متحف الحضارة وهو فضل موجود في متحف الحضارة وهو يخرج متحف الحضارة حضرتك هذا التبوت هو معمول من خشب الأرز اللي احنا كنا منستورده اللي اعرف حضارك احنا دولة فقرة في الأخشاف فاحنا كنا منستورده من بلاد الشام ومزوه معمول الغطى بتاعه ومعمول بالهاية الأزرية على هيئة يعني الأزير على هيئة الملك ماسك اللي هو الصولاجان ويسمى ما يسمى بشارات بشارات الحكم وبالتالي احنا قدام يعني شيء فريد 180 قطعة أو 180 قطعة اللي معروضين في هذا المتحف أولا هم مش بس اللي جدين رمز الثاني لا ده كمان بعض الأثار المكتشفة في سقارة وخاصة جنبانة القطة لأن حضارك لا يسمى القانون المصر اللي هيسمح بصفر المميوات الأدمية خالص فهم واخدين بعض المميوات للقطة اللي اكتشفناها في سقارة بجانب بعض أثار مجاية من تانيس حضارك تقول ايش معنى تانيس في الشرقية أولا حضارك لأن جدين رمز الثاني كان عامل عاصمة جديدة اسمها بر عمزيس عاملها في الشرقية فطلع منها مجموعة من الأثار فبرضو مشترك فيها بعض الأثار الزهبية والفضية في هذا المعرض وبالتالي احنا قدام معرض ساري وعضارك عارف ان فرنسا لقى تاريخ خبر جدا ويمكن حرارك ذكرت في المقدمة معرض توت لما تعمل هناك 2019 جاب 1.4 مليون زائر فتخيل حضرتك هذا الرقم في تذكره الناس زي ما حدرتك قلت بيخاف على الأثار والله أبدا نفن بالناس دي أنه كنت مرافقة لأحد المعارض في أمريكا قمة درجة العمدة بنفسه كما وجود كل يوم قمة الاحتيطات وزي ما حدرتك شركة الأمن دفع مبالغ ضخمة جدا جدا وبالتالي وببحارسين كمان انتعرف هذه الشعوب عاشقة للحضارة المطرية وبالتالي فرصة نروج لحضرتنا نروج للمتحف فهي فرصة كوسى جدا أنهما يشوفوا جزء من هذه الحضارة بحيث أن يجلنا إن شاء الله في المستقبل يشوفوا المستقبل بتاعنا إن شاء الله في المتحف اللي بهايبأ أسطورة المتاحف على مستوى العالم بإذن الله رب العالمين وبالتالي هنيئا لمصر وهنيئا للعالم أنه يشوف 181 قطعة لأن بعد كده القطعة دي هترجع عشان تطلت في المتحف المصري أو دي هترجع تاني المتحف في الحضارة مع الممية بتاعتها لأن الممية بتاعتها جدا الرمسيس موجودة في المتحف في الحضارة ثم تذهب 180 قطعة من البورن في أستراليا وإن شاء الله يعني يكون معرض مهم ومدعاية للإمكانية للإمكانية المصرية اللي هي مش محتاجة دعاية ولكن هي نوع من الترويج للمتحف المصري بإذن الله وده حلو جدا هتعرف حضارة هتعرف حضارة هتفتح إمتى لما ننقل الحاجات بتاعتها حضارة تقول لي ما قالوا إنهم لقوا هتقول لي حضارتك لسه المصك والتابوت الزهبي وتمثال اسم وتمثال القاه بجانب فيه بعض عشر قطع موجودين في متحف شرم الشيخ وفيه بعض القطع موجودة في متحف الغرداء ففي احتفالية هتتم ضخمة ومهمة جدا عندما يتم نقل المصك والتابوت حضارة تقول لي ليه أقول لي إنها في حضارة مصك تود يعني قالت زي ما قالت مجالة الجارديان لاجي بأن كل واحد في حياته أن يرى هذي القطع الفنية مرة واحدة في حياته قالت تشوف في الطرق مباشرة لأن بيعتبروها أهم قطع على مستوى العالم نحن نتكلم فحوالي يعني مش بس دهب 11 كيلو دهب التابوت 111 كيلو دهب ولكن القيمة من المصك يعني عملو له مخيص فنية إن شاء الله لما حضارتك وقرر نقل المسك أقول الله حضارتك إن بعدها بإمكان بأسبوع أو عشر تيام أكيد إنما هو السنة دي بإذن الله أنا أعتقد السنة دي لأن المتحف بتتح بتحت تجريبي بجانب الحفلة بتاعت مبارح كانت مهمة جدا جدا فإن شاء الله سنة 2023 يعني بإذن الله ستتعلق إننا عرف حضارتك إنه يبقى في احتفال رسمي سيادر علي كثير من الرؤوساء وملوك العالم وبعدين بجد يبقى في احتفال شعبي فإحنا يعني أكيد الحفل الأسطوري عارف حضارتك ما بتجهز مصر الحاجة يعني بعظمة هذا البلد وحضارتك شفت الإيفنتين اللي حصلوا في 2020 والموميوات والكباش إحنا أزهلنا الدنيا فإحنا بقى إن شاء الله هيكون زي بسموه كده حدث أسطوري وحضارتك إعلامي وعارف إن جميع وسائل الإعلام مترقبة هذا الحدث الدنيا مستنية ده أكبر وأغنى متحف على مستوى العالم يعني ده أكبر وأغنى متحف على مستوى العالم في الحالة دي وبالتالي ده هيبقى زي ما يقولوا كده إيه ضرة التاج المصري نفسي يا أستاذ يوسف أعمل مع حضرتك حل عشان يعني أهلنا المصريين تنور يا دكتور يلا بينا وحيشوفوا إيه في هذا المتحف وإيه العائد عليهم الناس كتير جدا بتسأل إحنا هيعود علينا إيه أقول لحضرتكم هذا المتحف في عائد قومي لأنه عادلنا الهواء الوطنية تاني أهمية ثقافية أنه إحنا كل دينات يتكلم عليه وإعلامية وفي أهمية والله هيخش في جيكو فلوس لأن هذا المتحف يعني مخصص لي إن شاء الله أو مؤمل فيه أنه يجيب لخمسة مليون سايح الخمسة مليون دولي هي يأكلهم ويشربهم ويلبسهم ويتفسحهم ويدفع تذاكر لأن المتحف ناس ما أعتقد أنه يزوروا من القطع ويخرجهم وقول لهم والله قابل ده المتحف لا لا ده حدوتة ده حدوتة أصلا ساكن قريب جدا من المتحف فأنا في الرايحة وفي الجاية معدي عليه وأشوفوا بقى لما يبقى بينور أحيانا تجريلي لما يبقى فيه زيارة أما سعب بتحصل تفتيشات وكباسات فجأة كده تلقيه منور ومنون فمعرف على طول وأظن أظن لسه فيه أعمال بنائية وتحتية في الشارع الرئيسي اللي هو طريق مصر اسكندرية أمام المتحف لازم برضو ننتهي منها قبل الاحتفال النهائي حضرك عارف أن دائماً السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية فيه اهتمام خاص لأن فيه ناس كده اللي ما تعرفش أن رئيس مجلس الأمناء هذا المتحف هو السيد رئيس الجمهورية يعني خالح حضرك أن المتحف بقيمة المتحف فيه شخصيات عالمية في أمرا في أحد الأمرا في مجلس الأمناء مش مص مصريين ولكن مصريين وعالميين حسنا قدام متحف بكل المقاييس يكفي أنه المتحف الوحيد صديق للبيئة يعني ودي مهم جداً مش هيبقى فيه تكيفات كله هيبقى التكيفات الطبيعية وهو طبيعي إن الخارد يمكن أكتر من جائزة في موصولة جينس الأرقام القيصية قبل ما يفتح فدي يعني لو عادنا نتكلم عليه إحنا محتاجين وقت بير جداً سواء ناحية إنشاءية أو معرضات يكفي فخراً أنه هيبقى فيه أكتر من 5396 قطعة للملك تود هنشوف أثار لأول مرة وباش مجرد أثار أنت حدرك هتشوف تكنولوجيا حديثة يعني هدرك للشباب هيبقى عندنا تيبل يعني تاتش بحيث أنهم ما يشوفوا فيه هيبقى عندنا كمان تكنولوجيا هيبقى عندنا هيليو جرام هيبقى عندنا مسلة معلقة أول مرة هنعدي من تحت المسلة هنعدي من تحتها ونشوفها فإحنا داخلين على متحف عالمي بتكنولوجيا عالمية في أول مرة هنشوفها هيغير فكر بعض النظريات لأن فيه نظريات كثيرة يعني إحنا هنستعرض كمان في توت هو إزاي مات النظريات الحديثة وبالتالي إحنا مش قدام تاريخ فقط إحنا قدام تاريخ وتكنولوجيا ومستقبل يعني عادة بقول للشباب إنتوا تخشوا المتحف مش هتطلعوا ليه لأن هتلاقوا وجواته كنوش حتى الليبل كمان اللي مكتوب مش مكتوب فقط زي ما إحنا بيشوفها هيبتت ورقة أو موجودة لا ده هيبه بالعربي هيبه بالإنجليز هيبه الفرنساوي والأكمل إنه هيبه باللغريفي كمان أظن وصححني يعني طالدت مع حضرتك أرجوكم نعلم لا 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 أنا عايزة كتيجي شوفها دكتور أنا عايزة كتيجي اتنورنا ده فعلا مش هزار بحاجة لا يا فندم العاف الحاجة التانية أنا بنتي الكبيرة أصلاها عايزة تدرس مصريات لما بدأينا لازم تحضر بعنا الحلقة بقى علشان تشوف مستقبل الحضارة المصرية إن شاء الله بس أجيبها لكن صححني بقى أنا أظن إن المتحف بس ما هواش مجرد عرض متحفي أو خطة الأنشطة المصحبة هو كمان مركز بحثي وأكاديمي لدارسي المصريات حول العالم صح؟ ده يا فندم في يعني بقول لحضرك إن في معامل ترميم سيأتي إليها أعتقد كل دول العالم عشان ترلي يعني بقى عندنا يعني ناس متخصين في الترميم ما يفند مجوم مركب اللي هي مركب الشمس اللي ما يرى عم سامة مركب الشمس كل الأجانب قالوا مش ممكن تنقلوا المركب دي ولقلوها الشباب بطرقة رائعة كمان عندنا المقاصير بتاعت جدنا توت عن خامون ناس كهير قالوا برضو صعوبة جدا لإنها يبقى لها من 1902 أو 1922 من ساعة ما اكتشفت وبرضو تم نقلها عندنا تابوت من الرصاص كان جاي من المنصورة أجمعت كل المرميم في العالم من صعبة ترميم وبالتالي عندنا معامل ترميم كمان زوج الاحتاجات الخاصة وده أجمل حاجة إن زوج الاحتاجات الخاصة إن شاء الله لهم دور ولهم متحف الأطفال هيبقى في ربلك هيستطيعوا أنهم يلمسوها ويشوفوها عندنا أبرة عندنا سينة مسردية عندنا مقاعة مؤتمرات عندنا أكبر مكتبة للمصريات عندنا كمان مجالات طرفهية يعني حتى الشباب اللي مش هوا أصار عايزة تفرج على سينة ما عايزة تخش مصر عايزة تلعب عايزة يأكل عايزة تشوف برندات فالمكحف لا يتعب 10% فقط وال90% حدات طرفية حتى لما يجوم يعملوا حديقة يعملوا حديقة ترسية يعني هدريك تخش هتشوف الأشجار اللي كان بيزراعها الأجداد لأن عارف حضركك شجرة زي الجميل للأسف نحن بناشي نشوف كتير الأسف الصنط الحاجات الأديمة دي فهيرجع لك كمان هذه الأشجار بحيث يعيشك في البيئة اللي كان فيها أجدادنا وبالتالي ومش مجرد مدحف والله أبدا ده هو في الدماجة بتاعت زي يوسف مكتوب كده مؤسسة ثقافية اقتصادية تعليمية يعني هو يشمل كل المجالات وبالتالي احنا قدام مدينة كاملة يعني بذلك إن شاء الله هتكون مدينة كل اللي هيروح سواء من ناحية الأطفال أو الشباب أو اللي مهتمين بالأثار أو حتى اللي مش مهتمين أنا بوعدهم إنهم ما يشوفوا حاجة أسطورية إن شاء الله سيسعد اللوفر إذا كنا بنقول اللوفر والبرتش أنا بوعد حضرتك إنه يكون عادنا متاح في الدنيا واخد جزء كبير من شمعتها على حس الأثار بتاعتنا إحنا كمصريين كل الشكر لك يا دكتور مجدي على المكالمة وعلى هذا الحماس وعلى هذا العرض الطيب اللي احنا أصلا عايزينه ونريده إنه حتى تبقى منورنا داخل الستوديو